طبعا رحمة الله عليه دكتور نبيل عادل زي ممكن حضراتكم وارد تكونوا عارفين دكتور نبيل عادل الله يرحمه توفى بعد ما عمل عملية لأحد مرضاه إجهاد شديد لعضلة القلب توفى وهو في المستشفى بعد ما أجرأ العملية يعني سبحان الله العظيم الدكتور يعمل عملية ينقذ بيها حياة مريض وهو ينتقل إلى جوار ربه الله يرحمه يا رب طيب دكتور رمضان غالب رئيس قسم القلب في مستشفى أسوان الجماعي أهلا بك يا دكتور أهلا بحضراتك أستاذيب إزاي الصحة أهلا بحضراتك أستاذيب والله تحياتنا ليك ويمكن خليني أقولك إحنا يعني نعزي أطباء مصر في زميلهم دكتور عادل وتوفي بسبب الإجهاد الشديد لعضلة القلب وفي الغالب أجهد نفسه كثيرا وهو يعمل على علاج وإنقاذ حياة مرضاه طبعا يا فندم بداية يعني أتقدم بخلص العزاء لأسرة الزميل دكتور نبيل عادل وكل زملاءنا في جامعة منها شهيد الواجب أحد فراض الجيش المبيض يعني ده حضراتك ده يعني بنشوفه كثير فعلا زي ما قلت حضراتك اللجهات المتكرر وخاصة في نباطجيات الطوارئ زي الجراحة زي العنايات زي الحالات يعني أقسام القلب الطوارئ ودي حضراتك كلها بيتبعى الشغل فيها متواصل وفيها نباطجي 24 ساعة و48 ساعة فربنا يكون بعيون كل زملائنا الشباب الأطباء لهم في بداية حياتهم اللي هي بنسميها فترة النياب أو فترة الطبيب المقيم بتكون يعني أكتر فترة بيتعافيها الدكتور في بداية حياته طيب دكتور رمضان يمكن محتاجين من حضرتك نعرف يعني إيه إجهاد عضلة القلب إيه اللي بيسبب هذا الإجهاد إزاي نتلافاه يعني واحد زي حالاتي يعني شارف على الخمسين فعايز أعرف برضه ربنا ده حركة الصحة يا أستاذ يوسف هو حضرتك التعب موجود في كل المهن وفي كل التخصصات والإجهاد المتكرر وكل الحاجات دي موجودة في جميع المهن يعني الطبيب الزابط حضرتك أي إنسان بيكتهد في عمله وبيواصل الليل بالنهار زي ما بوله ولكن في حضرتك بعض الأشياء بتكون عندنا بنسميها أمراض كامنة ما بتظهر شيء غير لما يكون فيه مثل إجهاد شديد اللي احنا بنقول عليه أحد عوامل خطورة المرض يعني أنا حضرتك المريض عندي مرض كامن ومتددت أمارس الرياضة عنيفة بتيت أبزل موجود جامد ممكن دي تحصل وزي حضرتك ما بتشوف مش أطبايا بس في بعض الرياضيين ممكن يحصلوا صدام ديس اللي هو بنقول عليه الموت المفاجئ الموت المفاجئ تمام جدا فده بيبقى إن احنا حضرتك يعني دلوقتي أصبح دلوقتي في كل اللي عادة كرة حضرتك لازم فيه دكتور بيكتف عليهم باستمرار ويعمل رسم قلب وينشوف ده كله في بعض المهن زي مهنتنا للأسف أطباء ممكن ما نعملش فحص غير لما يكون تعبان في بعض الحاجات ممكن تحصل أنا خط نبطشي 24 ساعة وحصل لي إغماء أو حصل لي إجهاد ممكن أقول ده أصلا أنا ما نمتش أنا كذا لا دي علامة من علامات إن أنا لازم أفحص القلب لأن في بعض حضرتك الأمراض ما تظهرش زي حاجة اسمها متلازمة كيو تي ودي بتظهر في رسم القلب فقط ودول بيكون المرضى دول طبيعي مية في المية وممكن فاجأة يحصل له موت مفاجئ في بعض حالات حضرتك زبزابة القلب من العيان ماشي حاسس بها حاجة ويحصل له حاجة اسم ماراقرفة أو رقفان بطيني ويحصل كده في بعض الناس حضرتك اللي بتاخد مشروبات زي مشروبات الطاقة بتعمل حاجة اسمها زبزابة وزيادة في ضربات القلب وتم إنقاذه في بعض العيوب الخلقية بتكون في الشريم التاجية وممكن ييجي واحد زي الشهيد دكتور نبيل ويجيله زي جلطة حال يعني احنا لو سمعنا البيان بتاع الجامعة قالوا ان هو نتيجة أزم قلبية يعني غالبا ان الرجل اشتاكل ان فيه أعلام في صدره او عمل رأس مال واتضح الموجودة فبيكون الاجهاد والتعب الشديد هي احد عوامر الخطورة لظهور المرض ولكن مش هي السبب الرئيسي يعني ما أدرش أقولي أن أنا قدت نبطشية 48 ساعة هيحصل معي كده لا مش بالضرورة طب هل فيه أي أعراض ممكن أنا من خلالها أعرف أن أنا مقبل على مشكلة فالح أتلافها تمام فانت بزي ملت حد كده أن أنا مثلا بعد نبطشية وبعد إجهاد شديد فقدت الوعي حتى لو سواني تمام دي النقطة التحذيرية ماشي وفجأة حد بالصحين يقولي ده انت أنت يعني أغم عليك سواني كده قلت له إزاي ده أنا بفكر لكن هي بتحصل أنه ممكن نلاحظة كده اللي هي ترقى أقلت كده وحد جنبك بيقولك فوق فدي برضو اللحظة بيجي لي رفرافة ضربات القلب وإحنا بقولوا عليها عشان أنا بشرب قهوة ما نمتش كويس بدخن تمام كل الحاجات دي ممكن تكون إحدى العلامات المبكرة لاكتشاف مرض القلب وخاصة في حضرتك في الشباب أو يعني بنبني عليه ما قبل سن الخمسين ربنا نستر وتاني يعني نجد التعزين الحقيقة لكل لمصر بشكل عام والدكاترة والأطباء بشكل خاص في وفاة الدكتور عيد الله يرحم ورحمه الله يرحمه